قلق دولي متواصل على اليمن تحذير مستمر على توسع مساحة المجاعة وتنديد واسع بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية ولا خارطة إنقاذ حقيقية على الأرض هذه المرة يأتي القلق من مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يانس ليركا الذي صرح لوكالة الأنظول بأن الوضع الإنساني في اليمن خطير ومعقد وأقر ليركا بوجود الكثير من الصعوبات التي تواجه عمل الأمم المتحدة في اليمن رغم تنفيذها أكبر عملية مساعدات إنسانية حول العالم العملية الأممية الإنسانية الكبيرة لدعم اليمن تواجه مأزقا حقيقيا بسبب ما قاله ليركا ببقاء الوضع الكارثي في اليمن على ما هو عليه في إشارة إلى السمرار الحرب بدون أفق واضح لنهايتها وهو ما يعني بحساب الأمم المتحدة مواجهة نحو 14 مليون يمني لخطر الموت خطر الموت الذي يواجه ملايين اليمنيين يعود وفق تصريحات المسؤول الأممي للأنظول إلى نقص الغذاء ولذا فإن الحل العاجل كما تدعو الأمم المتحدة إلى التحرك الدولي لمنع وقوع كوارث جديدة لكن كيف سيتم منع تلك الكوارث ومن سيوقف خطر توسع المجاعة لا يجب المسؤولون الأمميون عن ذلك لا حلول لديهم سوى إجابات عامة لمشكلة واضحة فوجهة نظر المكتب الأممي للشؤون الإنسانية ترى أن الحرب الداخلية تعقد من الوضع وتعمل على إعاقة توفر المواد الغذائية فضلا عن كونها تصعب من عمليات إيصال المساعدات الإنسانية لكن من سيوقف الحرب؟ سؤال يعيش داخل متاهة عمرها أربع سنوات من الحرب ترجمة نانسي قنقر